السلام عليكم في هذا الفيديو سنقوم بحل معادلة بسيطة يزود الإكواصيون حل معادلة هو إيجاد قيمة المجهول التي تحققه المتساوية للذين ناقص 4x زائد 3 تساوي ناقص 17 نكز معي على طرف اليسار أداء التعبير هنا في الأصل x ثم ضربناه في ناقص 4 حصلنا على ناقص 4x ثم أضفنا 3 حصلنا على التعبير ناقص 4x زائد 3 الآن سنقوم بعكس هذه العمليات إذن آخر عملية هي الجمع أكس وهو الطح وإضافة المقابل ثم بعد ذلك أكس الضرب هو القسمة إذن سنقسم على ناقص 4 للحصول على x نعود إلى المعادلة إذن سنطرح ثلاثة من الطرفين يجمع عددين متقابلين يساوي صفر إذن سيتبقى ناقص 4x تساوي ناقص 20 إذن بعد ذلك سنتخلص من معامل x وهو ناقص 4 إذن لدينا الضرب عكس الضرب هو القسمة إذن سنقسم الطرفين على ناقص 4 سنختزل ثم بعد ذلك سنحصل على عدد x وهو 5 ناقص 20 على ناقص 4 تساوي 5 خارج عددين لهم نفس إشارة هو عدد موجب بالتالي فالحل هو 5 للسليسيون دو الإكواسيون إذن يمكن أن نتحقق من الحل وذلك بتعويض x بخمسة إذن ناقص 4 في 5 تساوي ناقص 20 زائد 3 تساوي ناقص 17 إذن الجواب صحيح إذن شكرا على انتباهكم نتمنى أن تكونوا قد استفدتم وإلى اللقاء